طيب أنتقل إلى المنامة سيد عبدالله المجتمع الدولي يتحرك لمنع أي تقدم عسكري ضد بلشيات الحوثي بينما يكتفي بالتنديد عندما تهاجم أو تهاجم تلك البلشيات المدنيين في السعودية والإمارات ما خيارات التخالف العربي للتعامل مع ذلك أعتقد جازمة أن هناك تحول في المعروف السياسي عسكريا على كافة مسارح العمليات العسكرية ووجدنا أن العمليات طالت حتى المحيط الحديدة وربما قد يتغير ذلك منذ تعيين اليواء اليزيمة قائد للتحالف العربي لعادة شرعية في اليمن منذ سبتمبر في العام الماضي وجدنا أن هناك إعادة بعث حياة في عملية الرؤية أو تنفيذ رؤية سياسية متكاملة وجدنا عموم الأطراف اليمنية باتت تصريحات السياسية قائبة وحضورها الميداني ربما قد يتصاعد مع أو تضافرا مع التحالف العربي بالإضافة إلى قوات مثل قوات العمالقة الويات العمالقة وقوى أخرى على المسرح كيف يجب أن يستمر؟ يجب أن لا نعتقد أن المجتمع الدولي لما له من تضارب مصالح في عملية إنهاء هذه الأزمة نحن معنيون أولا بإنهاء هذه الأزمة وهذه مسؤولية أقليمية والقيادة السعودية واضحة الآن في عملية الانتقال بعد فشل الشرعية اليمنية في إيجاد آليات حقيقية لإنهاء هذه الأزمة فأن التحالف الدولي أعتقد الآن يدرك مسؤولياتها تجاه الأمن الجماعي للمنطقة وكذلك في تقديم العون لليمن عبر إنهاء هذه الأزمة من غير المقبول أن يقبل أن يمارس ما هو أقل من 5% من سكان اليمن هذا الثقل السياسي وتغييب الإرادة الوطنية اليمنية يجب أن أكون واضحين جدا دون تصفية الوجود الحوثي في الحديدة أولا وفي صنعاء ثانيا فأن هذه الأزمة للتدهي موسيقى ترجمة نانسي قنقر